ورحمة الله وبركاته أحمد عبدالآدر خارج الأهلي وكلر اتحد القراء مديرا فنيا بفرمان من فيفا واكي اللعبين وتفاوضه بانتقال الفتوح نبتدي بأحمد عبدالآدر خارج حسابات الأهلي أكد معتزئين لعب الأهلي السابق أن تصرفات المدير الفني لنادي الأهلي كلر تجاه لعب النادي الأهلي الحالي أحمد عبدالآدر تؤكد أنه بيقول مش عايز عبدالآدر وقال ما تزينه خلال حواره أن أحمد عبدالآدر يجب أن يوضع قبل طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد لأنه لعب مميز وبعد حسين نشحات وتاو وردى سليم وضف أن أحمد عبدالآدر سيكون خارج النادي الأهلي وذلك لأن المدير الفني للنادي الأهلي عنيد ولا يقتنع به وأشار إلى أن أحمد عبدالآدر لا يشارك مع الفريق بشكل مستمر رغم مهارته وتميزه في الملعب وكان يحقق ضربات جزاء للأهلي وأوضح أن الجماهير غاضبة من تصرفات كلر وأنه في مباراة يقوم بعمل تبديل بخمس نجوم وهذا أمر غريب عن الجماهير بالكامل تفهم بقرة القدم فعلا هو جاي معه بالحظ كده جات معه ضربة حظ لكن كلر من الآخر ما بيفهمش حاجة نروح لاتهات القرى ويناقش تعيين مديرا فنيا للجبلية بفرمان من فيفا ناقش مجلس إدارة اتحاد القرى في اجتماعها المقبل تعيين مديرا فنيا للاتحاد بناء على طلب الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا ويفضل اتحاد القرى بين عدة ياسماء في الوقت الحالي لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة ياريت بس ما تعمل لنشي الفيلم ده واجبلنا أبو حفيظة في الآخر من جانبه أكد عامر حسين وعضو اتحاد القرى المشرف على المسابقات أنه تم إرسال تأكيد لجميع الأندية بمواعد كأس الرابطة بالتزامن مع كأس الأمم الأفريقية ولم يخبرنا أي نادي بالاعتذار عن عدم المشارقة حتى الآن وقال حسين عامر ولا عامر حسين أيا كان إن كأس الرابطة مثل بطولة كأس مصر أنت كفريق لا يستمجبر على المشارقة في البلد طولتين ولازمتك منفعة الزرأي فريق بعد أقامة القرى ودفع عامر حسين أنه في حالة الزرأي نادي عن كأس الرابطة بعد سحب القرى سيجتمع مجلس إدارة الرابطة وهو من يقرر العقوبة وفقا للحالة أيوة ارجع لحالتك بقى من تلك زمن ما وقعتش عقوبتها للأندية فمثلا لو الزمالك اعتذر قبل بطولة السوبر الماضية بوقت قليل ولم يكن هناك بديل كان الزمالك سيتم إيقافه لمدة موسمين عن المشارقة في السوبر وليس موسما واحدا في السياق ذاته أبدأ عامر حسين عدم رضاها طريقة الاتحاد الأفريقي في التعامل مع المسابقات وتغييرات المستمرة لمعين مواجهات الفرق والمنتخبات الوطنية ما يؤثر على انتظام المسابقة وبنقول لعامر حسين انت أصلا ما تفهمش حاجة في الكورة حطيناك كده وخلاص فتعد وتسكت هنروح لمين تاني بعد كده هنروح لفتوح وكيل لعبين أهلاوي يتحفظ على تفاوضه بانتقال فتوح للأحمر ولكن أوضح نادر شوئي وكيل اللعبين أن أحمد فتوح ظهير أسر الفريق الأولى القرى وفي النادي من أفضل اللعبين بالجابة اليسرى في الكورة المصرية وأكد خلال تصريحته أن اللعب سيكون تألقه مع الزمالك ويرى ذلك بالرغم من أنه قد يضيف للأهل في حالة ضمه وأشعر أنه لو الأحمر طلب منه ضم فتوح سيفعل ذلك ويذهب إليه ولكن سيكون لديه تحفظ بالنسبة له وتبع أن الأهل لم يطلب منه هذا الأمر من الأساس وأنه لم يسعى في يوم أن يكون وكيل في القلعة البيضاء مع الإدارة الماضية برئاسة المستشعر مرتضى منصور وأشدد على أنه حاليا لديه عقود مع اللاعبين في الفارس الأبيض مواليد 2005 ومش عارفين والله نمسككم نين بزبط أنتوا ناس كدابة من هنا لغاية آخر الدنيا يعني يوم نلاقي فتوح مع عربية ما فيش بعد كده ومتفوضين معاه والولد خلاص انتهى موضوعه بالنسبة لنادي الزمالك تمرد تمرد يعني ما فيش لعب في نادي الزمالك عمل إلا عمله فتوح ده لأنه ضامن النادي إلا راحله فما تطلعش أنت كواكيل لعبين وتقول لنا النادي الأهلي ما طلبش هو النادي الأهلي مش محتاج يطلب هو بيشتغل من تحت لتحت ما بيشتغلش في النور أبدا فبالنسبة لفتوح هقفله على موضوع فتوح للنهاية لأن زمالك خلاص مش محتاج واحد زي فتوح نروح تاني للعب المحترم أحمد عبدالقادر خارج حسابات كلر وعليك الرحيل مين اللي بيقوله كده بقى تحدث الأعلامي سيف زاهر عن الموقف الحالي الخاص بأحمد عبدالقادر اللاعب النادي الأهلي في الفترة القادمة استبعد اللاعب من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية استبعد كلر اللاعب أحمد عبدالقادر من قائمة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام بعد أيام على أراضي المملكة العربية السعودية سيف زاهر تحدث عن مصير أحمد عبدالقادر مع الأهلي وأكد أن اللاعب أحمد عبدالقادر خارج حسابات كلر في الفترة القادمة والأمور بالنسبة له صعبة جدا ووصل أن أحمد عبدالقادر لعب جيد لكن عليه من الآن البحث على عرض للرحيل في شهر يناير القادم لأنه خارج حسابات السويسري هو ده اللي بيحصل في النادي الأهلي ما بيقفش على لعب يعني هو اللاعب ده ما هواش قليل الأدب ولا غلط مع أي لعب تاني ولا جاب مشاكل للنادي الأهلي هو كل اللي عمله من ساعة ما نزل تصريحات بأنه بيتم دفع فلوس لتلميع اللعيبة والإدارة في قودة اللبس يعني فيه لجان شغالة في النادي الأهلي وبتقبض من اللعيبة علشان تلمعهم وتلمع الإدارة والدارة على المشاكل والفضائح بتاعتهم هو من يومها الدنيا قامت وما قعدتش أحمد عبد القادر من يومها وهو خارج النادي الأهلي يعني ما شفناهوش بيلعب أساسي في أي مباراة ودلوقتي بيتم استبعاده من بطولات فبنقول لأحمد عبد القادر يا ابني ربنا يوفقك في أي نادي بعيد عن النادي الأهلي أنت لعب مميز ولعب محترم ومحدش يقدره غير النادي اللي يعرف إمتك دي بالنسبة للأحمد عبد القادر وبالنسبة للأخ فاتوح في المقابل يعني إحنا شايفين عبد القادر وبيتعمل معاه إيه وشوف فاتوح إحنا بنعمل معاه إيه وهو بيعمل إيه فما حدش يتكلم عن موضوع فاتوح تاني لإني نادي الزمالك فوق أي لعب نادي الزمالك مش محتاج فاتوح ولا غير فاتوح ومش هيقف على لعب نادي الزمالك زي ما إحنا شايفين النتائج بتاعته موفقة الحمد لله فبالتوفيق لنادي الزمالك العظيم بالتوفيق لنادي الوطنية والقرامة نادي البطولات نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات مش بالمحسوبية والحكام تهاية كبيرة للجمهور العظيم جمهور نادي الزمالك المحترم